بعد ساعات النهاردة في دعوة القرأة لكأس الرابطة يوم 28 إن شاء الله بعد ساعات يعني بكرة إن شاء الله التلات يا رب إن شاء الله يقول لنا التفاصيل للموضوع القرأة طبعاً الكسل التحاد دي ده أول مرة يتعامل كسل رابطة يعني والفرعة الدور الممتاز بس ده مشورة فيه 18 فريق على كلام الحج عامر هو موضحش بس قال يوم 28 هيوضح كل التفاصيل إنه هيتعامل تلات مجموعات الأهل على رأس المجموعة وإزرى مالك على رأس المجموعة وبرمز على رأس المجموعة كل مجموعة يبقى فيها ست فرق ستة فتلاتة فتمنتاشر يلعبوا مع بعض وفي الآخر يطلع بقى هنا على فرق من هنا يلعبوا قبل النهائي والنهائي وقص فهو حتى إنه الأول كان الكسل الرابطة هيتلاقه في شهر ينايب دلوقتي لا ما بقش هيتلاقه في شهر ينايب دي أنت هتلعب كم مطش فيه وتقدل الباقي لشهر ستة وشهر سبعة في التوقفات الدولية التانية فهو هو بص يعني يعني عاكل لا هو كانت روعته إنه يتلعب في يناير زي ما أعلن قبل هو كان الاتفاق كان كده وكان الكلام كله كان كده أنت هو اللي لخبط الدنيا معاك إنك كنت هتبدأ الكسل الرابطة يوم 2 يناير خلاص اللعبة الدولية مع المنتخب وانت كل الفرق موافع أنها تلعب باللعبة المحلية بتاعتها يعني رجال الدولية اللي ما نضمنش بالمنتخبات هو أجل عشرة أيام بدل من يوم اتنين ليوم اتناش عشان خاطر الزمالك عنده معسكر في الإمارات فخلاص أنا أجلت للأهل وبرمزه وأجلت كسر الرابط عشان خاطر الزمالك عنده معسكر ومع بعض يعني مطولين معسكر الزمالك يا محمد بنسبة كبيرة عيتلغي بازل اعتزر ما هو يتلغي ما يتلغيش أنت أجلت بداية عشان خاطر الزمالك هتيجي دلوقتي تقول لها هلعب بدري ما خلاص ما انتخبت وبعدين المالأهل إدى أجازة للعيبة هتلعب إمتى ما هيقول الأهل هيروح يجمع اللعبة من البيت ما هدروها تقول الأهل إدى الأجازة النهاردة 12 يوم 12 يوم ده هيرجع أول تدريب يوم 8 يناير اللي هيسافر هيسافر واللي هيقعد هيقعد واللي هيمشي هيمشي هتروح تجمع اللعبة إزاي خلاص انتخبت قراره وقولت أنا هبدأ الكسر ربطة يوم 12 عشان الزمالك عنده معسكر الزمالك راح المعسكر ما راحش المعسكر خلاص أنا البست للفترة دي ما أدارش هارجع أقول لها أنا هلعب كسر ربطة بدري هنشوف غدا نسته الأساء سنرى والجوائز ستعلن في المؤتمر طبعا ولا عندك معلومات في المؤتمر هيعلينه كل شيء وهيعلينه عن السبونسر وعن الرعاية بتوع الكسر ربطة لأنه دي يعني كس تخص الربطة ومالاش علاقة بقى يعني بالاتفاقات التعادل الكورة أو الدوري أو كس مصر دي حاجة بطولة لوحدها لها رعاية مختلفين وجوائزها برضو مختلفة عن كس مصر وكل تفاصيلها مختلفة حتى انه يعني كس مصر بيشارك فيها أندية من كل مكان دي خلاص همت 18 فريق اللي هيرعبه في البطولة فيوم 28 يعني المفروض ان الربط هتعلن عن كل التفاصيل وشكل الكسة تبقى عامل ازاي والجواز المادية كام وكل التفاصيل يعني عندك أخبار عن عضية كهرباء كان من المفترض الناس منتظر حكم الأيام دي عندك أي أخبار عضية كهرباء دي مع الزمانك لا لا مفيش صراحة أي أخبار عن موطوع كهرباء بس عاطة أدو الأحكام يعني ما حدش هيطر يعني اما يأيد القرار القديم انا احنا بنتابع بس ربما يكون هناك جديد بشكرك شكرا جزيلا شكرا